اضطرت طائرة ركاب من تراس بوينغ 777 اضطرت إلى الحبوض بعد وقت قصير من إقلاعها من أحد مطارات سان فرانسيسكو في رحلة إلى اليابان بسبب سقوط أحد إطارتها في موقف السيارات تابعاً للمطار ويظهر مقطع فيديو متداول سقوط الإطار من طائرة شركة يونيتد ايرلينز بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي اشتركوا في القناة